موسيقى السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مرحبا بكم معنا اخواني اخواتي فقناتكم الاسامبل كندا تيدي القناة اللي كتهتم بكل ما يهم الهجرة والمهاجرين الفيديو دينا اليوم غادي نخصوه المعرض ديال التوضيف الخاص بالطفولة والتعليم المعروف بلو سالون دولانبلواء ام بتيت انفانسي انسانيامون ديستيناسيون كندا ايديوكاسيون اللي غادي يكون ان شاء الله يوم 25 ويوم 26 فبراير 2022 وهد المعرض غادي يتم بطريقة افتراضية بطبيعة الحال وهو فرصة منسبة الناس اللي عندهم شواهد دراسية وعندهم تجربة مهنية في التعليم مباغين انهم يهجروا الكندا لان المشاركة في هذا المعرض غادي يتمكنهم انهم يحصلوا على عقود عمل مجانية اللي غادي تكون الخطوة الاولى ديالهم في الهجرة والاستقرار في هذا البلد الجميل وقبل ما ندوزوا نشوفوا الطريقة ديال التسجيل اللي طلبوها مني العديد من المتتبعين ولهد السبب انا وضعت هد الفيديو هدي باش نشرح لهم الطريقة ديال التسجيل بغيت انذكركم للرابط ديال هد الصفحة المشاركة غادي نخليه لكم اسفل الفيديو كيفما انني بغيت ننبهكم الوحيد الحاجة اللي هي مهمة جدا هي ان اخر اجل لتسجيل هو 31 يناير 2022 وباللي الوظائف اللي موجودة فهي كتهم التعليم المراحل ليلو كاملة من تمهيدي حتى التنوي والمشاركة في هذه التظاهرة فهي مفتوحة امام الناس اللي عندهم كيفما قلت لكم تجربة مهنية في التعليم وعندهم كذلك شواهد تعليمية وبغض النظر على الصفة ديال الاقامة ديالهم سواء كائنين لمقيمين في كندا بصفة اقامة دائمة او عندهم رخصة عمال ومفتوحة كذلك امام الناس اللي متواجدين خارج كندا والمهم جدا انكم تعرفوه بان هاد البرامج او هاد العروض العامل اللي هي كينا في ديستيناسيون كندا فهي كلها كتهم المناطق اللي كتواجد خارج الكيبك والناس اللي بغين انهم يشاركوا في هاد التظاهرة هدي فخصهم يكونوا موجدين سيرة داتية ديالهم ومن الاحسن انها تكون باللغتين اللغة الفرنسية واللغة الانجليزية وبطبيعة الحال هاد النوع ديال التظاهرات في الميدان ديال توظيف فهي مهم جدا لانها كتمكنكم من التواصل مباشرة مع المشغلين كذلك غدي يمكن لكم انكم تحضروا المؤتمرات اللي غدي يكونوا كيهموا التعليم لان ما يخفاش عليكم بانه من ضروري جدا لانكم التواصلوا معهم باش تفهموا عدة اشياء اللي هي مهمة في المجال هذا كيفما انهم غدي يكونوا حاضرين المسؤولين على المقاطعات يمكن لكم انكم التواصلوا معهم غدي يعطيكم نظرة على كل مقاطعة وتعرفوا عليها اكتر عن قرب وكذلك تعرفوا على المجال ديال التعليم في كل مقاطعة لانه كيختلف من مقاطعة الى اخرى وهاد المسؤولين على التعليم في هاد المناطق هادو غدي يقوموا كذلك بالاجابة على الاسئلة اللي كتطرحوها كدن غدي ندوزوا باش نشوفوا الطريقة ديال التشجال فكيفما كتشوفوا تشجال راه بداء من خمسة حتى الواحد وثلاثين يناير الفين واثنين وعشرين فكن ضغطوا هنا يا كنجيو فقبل ما ندوز نعطيكم الطريقة ديال التشجال اللي طلبتوها مني فاهم شيء هي انه خصوا يكون عندكم سيفي ديالكم موجود على الطريقة الكندية فاللي ما عارفش كيفاش يمكن لو يضغط من هنا وغدي يشوف الطريقة ديال السيفي الطريقة الكندية كيفاش خصوا يكون كيفما انه خصكم تكونوا عارفين الرقم ديال المهنة ديالكم فالكلاسيفيكاسيون ناسيونال دي بروفيسيون فحتى هي إلا ما عرفتوش يمكن لكم تضغطوا على هذا المكان هذا وتعرفوا بالضبط الرمز ديالها وشيء آخر اللي نبغي نبهكم لي فالقاع الأسئلة أو الخانات اللي عليهم هذا النجمة الحمرة هنا فمن ضروري على أنكم جاوبوا عليها أما إلا لقيتوشي مكان بحدة بالنسبة التاريخ ديال الميلاد فما عليش هاد النجمة هادي فمشي مجبارين أنكم تعطيوها إلا ما بغيتوش فندوزوا الملء ديال الاستمارة فعندكم طبيعة الحال تعريف ديالكم الاسم العائلي والبارد الإلكتروني الجنسية البلاد فهد الشي كامل عندكم هوا كل وبين فكنجيو الهنايا الإختيار اليوم اللي تبغيوا تشاركوا فيه لأنه عندكم جوش ديال الاقتراحات عندكم إما يوم 25 فبراير 2022 ولا يوم 26 فبراير 2022 فكتختاروا النهار اللي بغيتو فيه كنجيو الهنايا المستوى ديال اللغات فانتوما كتختاروا المستوى على حسب كولا كمبيتونس كنجيو الهنايا المكان المخصص للشواهد فكتختاروا شمن شهادة شمن ديبلوم عندكم واللي كيمكنكم أنكم تزاولوا المهنة ديالكم الحالية اللي كتعلق بمجال ديال التعليم فمن ضروري على أنكم تكتبوا الاسم اللي على الشهادة ديالكم وتجيو الهنايا فكتختاروا المدة لأن المدة فاش خضيتو هاد الشهادة هادي وكتجيو كتختاروا هنايا المجال ديال العمل ديالكم وهنا كتعطيو فيه الكود ديال وهنا بنسبة للسين ديال الأطفال فمشي الأطفال ديالكم كيفما سولتني واحد الأخت طرحات عليا السؤال فكتدير ديال التلاميذ هاي عندكم مكتوبة ألاف فكتدير السين ديال التلاميذ اللي انتا متكلف بيهم أو الأطفال إلا كنتي متكلف إيدو كاتخيس في البتيت تنفونس كتختارها السين ديال الأطفال اللي انتا مكلف بيهم وإلا كنتي كتقري في تانوي كتختار السين ديال الأطفال اللي انتا كتقريهم ثم ما كتجي كتكتب أشنو كتقري واش في القاردوري واش كتقري الفرنسية او كتقري حاجة اخرى فكتختار اشنو كتقري وكتزيد البقية دي الاسئلة فكيف ما قلت لكم هادو غير تانويين ف يلا بغيتو تكتبوهو جاوبو عليهم جاوبو ما بغيتوش انتم اللي عارفين فالتهدي سولة نيعلي هادو الأخت ففو إلو كندا فهنا مشي كيعتوك انك تكتب لانه غير كتضغط عليها كتعطيك الاختيارات فهنا كتهم استاتيو ديالك في كندا او صفات الاقامة ديالك في كندا إلا كنت مقيم فيها فكتختار نوعية ديال الاقامة ديالك وإلا كنت خارج كتكتب بأنه انت خارج كندا فإلا كنت عندك كونت في فكتعملها هنا كتقوم بالاختيار العلاقة اللي كتربطك بكندا هادشي اللي معنيين بها ماشي انك تكتب الهدف ديالك من كندا كيفما طرحت عليها واحد الأخت فكتجيو اللي هنا كالتلي شارجي والسيفي ديالكم اللي محددين لكم الفورما اللي خصو يكون فيها وكذلك يعني لطاي دياله ومن الاحسن انه يكون يعني بالفرنسية والانجليزية باش كيكون عندكم حضود كثيرة فكتجيو اللي هنا وكتغطو هنا وبهذا الطريقة هذي كتشاركو في هذا التظاهرة هذي ديال التوظيف اللي هي مهمة جدا وغادي تمكنكم من انكم تحصلوا على عقود عمل بطريقة مجانية كانت من اخواني اخواتي انني جاوبت الاخوان والاخوات اللي طلبوا مني انني ندير لهم الفيديو نشرح لهم كيفية تشجال في هذا التظاهرة هذي ديال التوظيف اللي كتهم ديستيناسيون كندا إيديوكاسيون واللي هي كتهم المجال ديال التعليم فما تنسوش إذا عجبكم الفيديو أنكم تشتركوا في القناة وضغطوا على الزر ديال الإعجاب وكذلك أنكم تشاركوا هذي الفيديو مع الناس اللي قتعرفوهم وعارفينهم بأنهم مهتمين بالهجرة الكندا وعندهم تجربة مهنية في المجال ديال التعليم كان شكركم اخواني اخواتي على المتابعة وكنقلكم إلى اللقاء في فيديو قادم على قناتكم الاسلام في الكندا تي بي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر